وَلَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ نَفِيسٌ قُبلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ نعم واحد جاء وقال له علي مال عظيم مال كثير مال جسيم يعني اخطانا هذه الصفات واحد يقول مليون مثلا مئة ألف يعني مال هو يقول كثير عظيم كذا يقول هنا لا لا أقل متمول أقل متمول لماذا أقل متمول قال لأن ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم ولا يحدد ما هو المال الجسيم ولا اللغة العربية تساعد على ذلك ولا ندري ما يقصد والناس يتفوتون في هذا بعض الناس عند العشر دنانير هذه مال العظيم وبعض الناس عند المال العظيم لا يطلق إلا على مئة ألف ما فوق فالناس يتفوتون في هذا فقالوا إذن أقل متمول أقل متمول ولذا قال الشاعر المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الناس يتفوتون في هذا الأمر ولذلك إذا قال له مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس ثم قال عشرة دراهم يمكن هو عد عشرة دراهم هذه مصيبة من مصاب لما يطالب بعشرة دراهم فلذلك يقبل منه أقل متمول وذكر شيخ سانتيمية أنه يرجع في هذا إلى عرف المتكلم نفسه هو عادة هذا الشخص عادة إذا قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص إذا قال مال عظيم ماذا يقصد لأنه هو من نوع إذا قال عظيم عظيم إذا قال قليل يعني قليل يعني الناس كما قلنا يتفوتون في هذا قال يرجع إلى عرف المتكلم نفسه نعم السلام عليكم